في الحياة السوشيال ميديا بقت وسيلة رئيسية لنقل المعلومات لكنها بتحمل أيضا مخطر كبيرة جدا بتتعلق بتضليل المعلومات الخطورة الأساسية في المعلومات الخطيئة أو المضللة أنها ممكن تنتشر بسرعة هائلة جدا مما يؤثر على الرأي العام ومما يسبب القلق والارتباك انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة يمكن أيضا أن يؤدي أضرار كبيرة جدا مش بس على الأفراد والمجتمع ولكن على الدولة بشكل عام الخطورة كل الخطورة الحقيقة لما بتمزج المعلومات الخطيئة ببعض من المعلومات السليمة أو الصحيحة فبالتالي مش أي حد بيعرف يفسرها أو بيعرف مصدرها منين لازم تتأكد من المعلومة تتأكد من المصدر قبل ما تدوس على زرار بسيط قوي اسمه هشير المعلومة أو هشير الخبر اللي هو مش بيبقى خبر الحقيقة تبقى شائعة وبتحمل خطورة كبيرة جدا ده عايز وعي وعايز إمكانية للتعامل مع الوسيلة نفسها وإذا يقدر أتأكد من المعلومة دي أن هي معلومة فعلية وتم انتشارها على وسائل التواصل المختلفة أو أن أنا أمتنع وابتدي أتوجه حتى لو كانت المواقع دي بيتم الإبلاغ عنها للجهات المعنية بخدمات الإنترنت دكتور إسلام سروت عبد الحليم أستاذ مساعد بهندسة وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية برحب حضرتك وصباح الخير أهلا وسهلا صباح النور أهلا بك دكتور أهلا بحضرتك دكتور إسلام التكنولوجيا سلاح زحدين عايز اللي يتعامل معها يكون عنده بعي جامد قوي التكنولوجيا طبعا نعمل إيه؟ طبعا نعمل حاجات كثيرة وطبعا اسمحوا لي برضو بحي مجهود الفزارة الصحة الحقيقة ودايما ملف الصحة والتعليم ملفه مهم لأنه بيمس كل البيوت المصرية لكن التكنولوجيا النهاردة الحقيقة بقت برضو ملف مش بناخده بشكل نوع زي من 20 سنة كده نوع من الرفاهية أو الانترتيمت أو أن احنا بنمارس بعض الأعمال الخفيفة علينا الحقيقة التكنولوجيا بقت جزء أساسي من حياتنا النهاردة احنا فيه على موسائل التواصل الاجتماعي أكتر من 5 مليار على مستوى العالم على منصات التواصل الاجتماعي الحقيقة ده رقم ضخم جدا في مصر تحديدا فيه أكتر من رقم واحد على الفيسبوك في المنطقة أظن الفيسبوك أكبر عدد من المستخدمين حوالي 3 مليار على مستوى العالم طبعا التطبيقات كتيرة يعني مش عارف تنوعها وكل فئة عمرية ممكن تكون رايحة لتطبيقات معينة لكن النهاردة كل التطبيقات دي بيتم نشر كم من المعلومات ضخمة جدا مش ممكن نحنا نقننه أو نحنا نقدر نرقبه الحقيقة مش زي القنوات الإزاعة والتلفزيون زمان كان فيه رقيب أي حاجة بتتنشر لازم فيه رقيب فيه حد بيتابع المحتوى بيراجع كان فيه حاجة يعني بالكتير أو اسمها الصحف الصفراء اللي الناس اللي عايزة يعني تبعد شوية عن المصار السليم لكن النهاردة السوشال ميديا الحقيقة أي حد بيقدر يشير وأي حد بيقدر يبوست والحقيقة ما فيش رقيب وده على مستوى العالم فالنهاردة بنقدر نتحكم فيه توجهات الناس بنقدر نتعرف على أماط الناس بنقدر نغير في هوية الشعوب الحقيقة وده بيتم يعني خلينا فتكلم يعني حركة بتكلم على التشريعات وكده أنا يعني أفكر في الخوارزميات بتاعة السوشال ميديا يعني أليس من المنطقي أن أنت لو كتبت مثلا غزة أو كتبت حرب أو كتبت دم البوست بتاعك ما ينتشرش ويحصل تحجيم للأكاونت بتاعك ولو نشرت معلومة مضللة تنتشر مش ده نوع من نوع يعني إزدواجية المعايير مين اللي يتحكم في الخوارزمية سمع اللي عليك الخوارزمية هي أداة في إيد اللي بيكتبها وبيعمل البرنامج بتاعها هو بيبرمج الأداة بالشكل اللي يخدم مصالحه وأهدافه حقيقة مفيش شك في كده هو بيوجهك في اتجاهات معينة بيقدر يتحكم في تفكيرك بطريقة معينة الحقيقة قنوات الوسائل للتواصل اجتماعي ما بقيتش النهاردة كنا نتكلم من خمس سنين وعشر سنين إنها بتتعرف على أنماط الناس علشان تقدم لك المحتوى اللي انت عايزه الشكل التقليدي بقى مصدر متلقي رسالة معادش ده صحي كل الناس ممكن تبقى مصدر هي كمان مصدر وهو كمان بيوجه المصدر حضرتك إلى أنه يوجهك في اللي انت عايزه اسمح لي ندي مثال بسيط زي الأب والأم كده لما جيجي الطفل ممكن نبقى عارفين هو عايزه من غير ما يقول فيجي الطفل قوله انتوا كنتوا عارفين إزاي أننا محتاج ده تقول له خاص احنا فهمناك احنا عارفين كل حاجة النهاردة هو بيجيب لك المحتوى اللي انت عايزها هو بيوصلك لي كل البستات اللي هو عايزها وهو بيساعد في نشرها بشكل أو بآخر برضو وبيحجم اللي هو عايز يحجمه فالحقيقة هي وسائل بقت في منتهى الخضورة بتغير هوية وثقافة وبتوجه الرأي العام في اتجاه معين خلينا نفتكر في 2010 لما الحكومة لم تتنبع الحقيقة للخطر ده وكان بنقول خليهم يتسلوا أو حاجة زي كده الحقيقة النهاردة كنا بنتكلم في مليار نهاردة بنتكلم في خمسة مليار الوسائل نفسها تنوعت بشكل كبير ما بقاش بس الفيسبوك احنا بعدين منصات كتيرة وفئات عمرية مختلفة بتتناولها فالنهاردة هذا الخطر الحقيقة احنا لازم نتنبع ليه خاصة مع دخول حاجات تكنولوجيات جديدة زي الزكاء الاصطناعي الحقيقة لما كمان بيتحكم في الخوارزميات ده وبيوجه هنا بيغير الحقيقة فيه اتجاهات كتيرة جدا يعني انت لما تكون كاتب حاجة مهمة او معلومة موثقة او مقال كويس او بوست محترم لا ينشر ولكن اذا كانت معلومة خطئة واشاعة تضر بالبلد تجد ان هذا البوست قد انتشر انتشار النار في الهاشين هو بيعنده الادوات والقدرات هو حاجة زي معلش هو بلا خوف على الوطن زينا هو بالعكس هو اعتبره حاجة بواحد عنده جرنان كده مش كويس وكل هنفه ان يحط لك اخبار شديدة اللفت وشديدة انها تلفت نظرك بعنوين رنانة ويوجه حاجة على انتشارها على اساس ان انت تفضل موجود هنا وتفضل قاعد على المنصة دي هو مكسابه منين مكسابه من ان احنا قاعدين على المنصة عملين بالساعات طبعا عدد الساعات اللي احنا بمقضيه ارقام يعني مش قليلة على المستوى حتى العالمي يعني نتكلم في متوسط في العالم من ساعتين ونصف لثلاث ساعات في بعض الفئات العمرية الرقم ده ممكن يبقى اكتر لو دخلنا في مراحل ادمان بنلاقي الموضوع دي ارقام وإحساءات بالنسبة للدول العربية ولا مصر تحديدا بالنسبة للساعات ده عالمي مواقع التواصل لا لا مصر على فكرة من الدول للأسف يعني عندنا احنا رقم 16 على العالم في اكتر الدول استخداما ومشاهدا لقنوات أو وسائل التواصل الاجتماعي فهنا حقيقة في دول عربية زي الإمارات مثلا الإمارات عدد المستخدمين اللي ليهم أكاونس على السوشال ميديا أكتر من الشعب يعني 105% ده غالبا نتيجة أنه في حسابات مزيفة الناس بتعملها أو أكتر من أكاونت تعمل أكتر من أكاونت فوصل عدد الأكاونت لأكتر من 100% من العدد السكان حالك برضو ما تحسبش الأكاونت بتاعة الشركات لا لا صحية صحية يعني بنوصل الدول العربية هي من الدول الأكثر استخداما ونشاطا على وسائل التواصل الاجتماعي باختلاف طبعا يعني ممكن نلاقي في مصر إحنا أكتر على الفيسبوك ممكن في دول الخليج ممكن وأكتر على مثلا وسائل تانية حتى على مستوى الرجال والسيدات بتلاقي حالك برضو نسب مختلفة يعني إنستجرام مثلا هتلاقي السيدات أكتر عليه تويتر هتلاقي رجال أكتر عليه طبعا فيه إحصائيات طب الأطفال الأطفال للأسف هم جيل رقمي بالفترة يعني هو جيل اسمح لحك النهاردة الطفل اللي تولد سنة هي ورده الوسائل التواصل الاتفاعة دي بدأت في 2004 يعني التليفون الزكي أو السمارتفون نفسه هو ما كانش موجود من 20 سنة فالطفل اللي النهاردة عنده 10 أو 15 سنة هو الحقيقة تولد أول حاجة مسكها هو اللابتوب التابلت الموبايل السمارتفون إحنا كمان كأباء كان علينا عب وأسمح لها بكالحق يعني كلنا بما فيهم أنا وكل كنا شوية بنيدي الموبايل لأولادنا علشان نشغلهم شوية أو يحلهم يعني إحنا عايزين نركز في شغلنا فالحقيقة هم اتربوا على إن الأداة دي في إيديهم اتربوا على إنها وسائل متاحة بطبيعتهم يمكن ما بيحبوش بعض الحاجات الأخطر واللي دخل على الجيل ده القصة اللي هي بتاعة الشورت فيديوز أو الريلز أو الفيديوهات القصيرة دي الحقيقة في منتهى الخطورة على الفئة العمرية بتساعد على تشكيط الانتباه بشكل كبير عدم القدرة على التركيز تأخر في القدرة على الابتكار وتدي رسائل عاملة إزاي بقى دخل بحاجة المضمون هو المضمون إنه بيساعده إنه يتعود على ودي ليها نظريات برضو هي فكرة الريلز وإن أنت بتقلب كده ليها سلوكيات ودراسات علمية الحقيقة مرتبطة فيه إنه بيربطك حاجة زي الأمار كده اسمح لي حضرتك اللواء إنت دايماً مستني زي لعبة الأمار كده بتلعب حاجة مستني المكسر تعودت عليها يعني فيها جزء إدمان يعني فيها إدمان يا فاند والإدمان ده سلوكي وهو فيه دراسات يعني كانت الدراسة نفسها اتعملت إن جابوا مثلاً فار أو حمامة فيعمل حاجة كويسة فنديله طعام طيب يدوس على الزرار ده ياخد طعام ده سلوك طبيعي ومفهوم لما يدوس على الزرار ياخد طعام ارتباط الشرطي اه ارتباط الشرطي غيروا القضية دي بقى بيدوس يطلع له مرة طعام مرة مش طعام وكمية الطعام مختلفة فكاد النتيجة إنه بقى بيدوس طول الوقت وتعود إن يدوس منتظر كل مرة إيه النتيجة اللي تطلع له هو بنفس النمط ده الحقيقة السلوكي اللي تباني عليه كل وسائل للتواصل الاجتماعي فكرة إنه يظهر لك مجموعة من البوست ويظهر لك مجموعة من الفيديوهات وإنت منتظر كل مرة يمكن الفيديو اللي جاي بقى أحسن يمكن البوست اللي جاي بقى أحسن إنت دايماً منتظر المكافئة الكبيرة لا وفكرة الهوس إن أنا كل شوية أفتح عشان أشوف إيه الجديد مين كتب إيه أنت بتدخل في مرحلة إنه فيه ناس بتصحب من بالليل عشان أحسن يكون فتح حاجة يقلق في رص اللي يشوف كده التأثير هنا تأثير حالك الناس بتقصر في حياتها يعني بنلاقي ناس بتقصر في حياتها وواجباتها والتزاماتها نتيجة إنهما قاعدين فترات طويلة على السوشيال ميديا وقاعدين فترات طويلة الأطفال حقيقة كمان عندهم خطر تاني لأنه الطفل ما بيقدرش يميز بين المعلومة الكويسة والمعلومة الصحيحة أو المعلومة إحنا ككبار ممكن نستوعب عندنا كم من الخبرات بنقدر نبني عليه شوية إحنا بنفرق بين المعلومة بنفرس بقدر المستطاع طبعا باختلاف الوعي والصقافة والتوجهات لكن على الأقل عندنا قدرة وكم من المعرفة الطفل الأسف هو بيتعامل مع كل حاجة إنها حقيقة هو الطفل لسه ما يعرفش يعني إيه طب أنا قادر أتحكم في تحجيم ده يعني قادر أتحكم في أن الطفل يشوف قد إيه عدد من الساعات وإيه المواقع اللي ممكن أقفلها بالنسبة له ويبقى فيه أمان لللي بيتعرض له طبعا تقدر تتحكم بس خلينا أقول برضو إن القدرة على التحكم هي مرتبطة بالقدرة إن حضرتك كمان أو أولياء الأمور يبقى عندهم وعي ومعرفة وتطور بالتكنولوجيا وده الحقيقة برضو إحنا يعني محتاجين نشتغل عليه شوية في بعض الإعدادات اللي نقدر ندخل فيها ونتحكم في عدد ساعات نتحكم في مواقع نتحكم في بعض التطبيقات بحيث أن أنا أوجه طفلي أنه مش كل حاجة تفتح له ومش كل حاجة يدور عليها هيلاقيها وفي حاجة اسمها البحث الآمن وفي حاجة اسمها مواقع معينة صحيح فكل ده ممكن بس هالفكرة طبعا إحنا في مصر حنفضل كتير نرصد ونحلل ولا حنعمل حل يعني بمعنى آخر من كم سنة إحنا كان عندنا وسائل علامة وطنية لما كنت بتحب ترسل رسالة لجمهور الأطفال كان عندك سينما الأطفال ومجلات على الدين وخلافه ما المرأة كان عندك نص الدنيا وبرامج المرأة وخلافه النهاردة أنت لا تمتلك هذه القدرة وده أمن قومي مصري ليس من الضروري أن يكون هناك وسائل تواصل اجتماعي عربية ومصرية حتى الآن على الأقل تقدر تتحكم فيها على الأقل لما تكتب حاجة عن غزة ما تتمسحش صحيح الحاجة بتقوله ده يعني أنا سعيدنا حاجة بتقوله وسعيدنا احنا بنقوله هنا وده فعلا أمن قومي القضية مش بس أن أنت بتتحكم هي الفكرة حضرتك أنت بقيت كل معلوماتك اللي متاحة دي هو بيقدر يخدها وبيقدر يحلها اللي حلم وبقى بيعرف عنك أكثر من أنت تتعرف عنه يعني اسمح لي حضرتك مش من ثقافة الشعب المصري أنه بيقول أخباره بسؤولة كان علشان يعرف المزاج العام للمصريين كان موضوع مش سهل ويحط ناس علشان نعرف احنا النهاردة بقدينا بنيدي كل المعلومات اسمح لي برضو أكد على النقطة رغم كل المجهود اللي بيتم الحقيقة في السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة لكن بيظل فيه إحساس عند بعض الناس إن إحنا مش محققين المستهدف إنه هو بيقدر فيه أوقات بيبقى فيه نقاط ضعف معينة ممكن يحصل عندنا تأثر اسمح لي أؤكد إن كل ده بيتم من خلال قدرتهم على تحليل البيانات الضخمة عننا وإنه يقدر يعرف فيه النقاط ضعفك معلش مفيش النهاردة لو خدنا على مستوى المثال الصغار البيت البيت البيوت أسرار لو أنا عندي ناس ما بتحبنيش ويعرفوا أسراري جوه البيت هيقدروا أن هما يقفوا لي في وقت معين يقدروا يقزوني بشكل معين يقدروا يبقوا عارفين تفاصيل معينة تساعدهم المعلومات هي أساس أي الحقيقة نوع من أنواع مش عايز أقول الحرب المعلوماتية ولكن الصراع ومش شرط تكون أنية يعني هو عملية راكمية هو بيأخذ عنك المعلومة مرة في مرة في مرة في بيكون خلاص الصورة وإحنا اللي بندهاله بأيديه كل الأخبار اللي احنا بنحطها وكل التفاصيل حياتنا البيوت بنقول أسرار الحقيقة النهاردة بنلاقي الناس بتفتح لايف من البيوت كلها أو من بعض حاجات غريبة الناس بتشير تفاصيل مش محتاجة وزوج وزوجة بحياتهم اليومية يعني حاجة مخجلة جدا حاجات مش كويسة والسلوكيات طبعا محتاجة وعي ومحتاجة إدراك طبعا هو بيبقى هدف أنه بيدور على مجسد بيدور على ربح بيدور على لايكات بيدور على مشاركات في حين أن احنا بشكل أو أخر بنشجع على الأمور دي بمجرد المشاهدة ومجرد أن احنا بنتابع الحقيقة كل دي السلوكيات هو بيقدر يجمع بيانات كتيرة علشان نقدر نعمل تكنولوجيا عربية الحقيقة ده أمر حيوي أمر مهم كل النهاردة الإرادة لازم تتوحد الحقيقة سعداء بوجود أشقائنا هنا في مصر ودايما أتوقع أنه لازم يبقى فيه وحدة عربية وممكن صناعة تكنولوجيا المعلومات تبقى أحد المفاتيح الحقيقة لهذا النمو خاصة اسمح لحركة أنها صناعة قادرة على يعني يبقالها مردود سريع لا وبأن فترة في أجيال ابتدت تتوجه للمجال ده في التعليم بشكل كبير جدا التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يعني فيه جيل محترم كده طلع فيه جيل رائع اسمحي لحضرتك أنا شخصيا بحتك بيهم في الجامعة وبشوفهم من سن ما قبل الجامعة كمان عندنا من مرحلة سنة وإعدادة بنعمل مسابقات للطلاب وبنلاقي حاجات تكنولوجية مبهرة وأكد لحضرتك أن الجيل اللي طالع ده عنده من القدرات والإمكانيات يعني اللي هو ساموه جين زد أو جينريشن زد هو جيل فعلا متميز تطيح تلوف أنه يتعرف هي دي ميزة التكنولوجيا هي زي ما تفضلت في الأول سلاحزوا حدين هي زي ما ليها أضرار هي ليها مزايا هي عندنا قدرة على توجيه الناس شكل كويس لو استخدمناها بشكل كويس هتقدر تساعدنا أن نحن نقدر الحقيقة نتمنى نتمنى أن نختخط وفعلا نحب عندنا وسيلة يعني وسيلة تواصل اجتماعي عربية نقدر من خلالها نكلم نفسنا بدون أي قيود غربية وبدون أي محتوى غربي يفرض علينا وأيضا بحرية كاملة ونقدر نوجه رسائلنا اللي احنا تربينا عليها وقيمنا شكرا لك الدكتور إسلام أستاذ المساعد بهندسة وعلوم الحاسب في جامعة النيل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا